عندما يتوجه المسؤولون في حكومة بغداد إلى الجانب العربي يحاولون قدر المستطاع التهرب من الواقع المحرج خضوعهم للهيمنة الإيرانية والسعي الدؤوب لتحقيق مشروعها الذي يهدد الأمن الإقليمي والعربي ولسيما الخليجي وبينما كان معظم زعماء الحكومات المتعاقبة لا يجدون حرجا من التلميح بخضوعهم لإيران إلا أن بعضهم يحاولوا إخفاء هذه الحقيقة والتهرب من الأسئلة المتعلقة بهذا الأمر هذا ما حصل مع رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني في مقابلة له مع صحيفة الشرق الأوسط عندما حاول تجميل الكلام عند الحديث عن تهريب الدولار من العراق إلى إيران باكتفائه بالقول إن تهريب العملة يحصل في كل دول العالم وخصوصا إذا كانت هناك دولة عملتها منهارة في جوار العراق في إشارة إلى إيران وسبق أن كشف موقع أنترنشونال إيراني المعارض قبل أيام قيام فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بتهريب ملايين الدولارات من العراق إلى حساباته المصرفية في إيران بالتعاون مع السفارة الإيرانية في بغداد وتورط مسؤولين حكوميين في العراق يتزامن ذلك مع ما نقلت وكالة رويترز عن مستشارين لمصارف عراقية خاصة يحضران بانتظام اجتماعات مع البنك المركزي عندما قال إن إيران تتلقى حوالي 100 مليون دولار شهريا من تجار عراقيين كما لم يستطع السوداني إخفاء الهدف من الإجراءات المالية الجديدة حيث قال إنها جاءت امتثالا للمعايير الدولية دون التطرق للإجراءات التي فرضها البنك الفيدرالي الأمريكي والتي تشترط تتبع الأموال العملية السياسية مهما تغيرت حكوماتها لا تستطيع الخروج عن مسار يحقق التوازن في التبعية لأمريكا وإيران